فوتوسيشن صادم ومسير للجدل لعروسة مضروبة يوم الفرح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم متابعين قناة سيف ترند كان من الممكن ان الفرح ده يتم والناس كلها مبسوطة لو ما تمش عرض علامات العنف والضرب دي على العروسة تفاصيل فوتوسيشن العنف ضد المرأة اللي عملت الفوتوسيشن ده اسماء خليل فكرة وجلسة التصوير لعروسة مضروبة يوم حفل زفافها وطبعا استوحد الفوتوسيشن ده من الوقعة بتاع عروسة الاسماعيلية وهو ده الكلام اللي قالته سيشن العنف الزوجي والفكرة كانت اصلا بسبب عروسة الاسماعيلية اللي اتضربت يوم الفرح وبعدين راحت عادي جدا تتصور وتكمل فرحة وعشان كده ساندي هي البطلة وقالت كمان ان هي صورت الفوتوسيشن ده داخل غرفة في شقة العروسين وان هي جابت المعدات والاضاءة والكوروما وكنا عايزين حتة فاضية وبس وعندي فيديوهات ممثلين العنف برضو كل الكواليس الفيديو عن الفوتوسيشن وطبعا الفوتوسيشن ده اتعرض الهجوم كبير جدا على منصات التواصل الاجتماعي وطبعا خصوصا ان هو نزل فيه الوقت اللي بيتم عرضه مسلسل فاتن امل حرب وما توقعتش خالص رد الفعل الهجومي ده قلت هتبقى توعية ولطيفة ومش مستقضمين حاجة اوفر خالص او رسالة بالصور اوفر بالعكس عادية ولطيفة وتصوير هيوصل الفكرة وقالت كمان ما كنتش متوقعة كمية الناس اللي هجمت اسيشن ده لان اغلبهم ستات نوع الهجوم اننا بننشر السلبيات بس وبنهدم البيوت ومحدش ربطه خالص بمسلسل فاتن امل حربي رغم اني حطيته هاشتاج ولما تهاجمت اتصدمت بجد الرجالة كنت متوقعة ان هم يرفضوا بس سيدات اهانة شخصية واتهمت اني مريضة نفسيا وده كان موضوع حلقتنا النهاردة بخصوص جلس التصوير العنف ضد المرأة لعروسة مضروبة يوم الفرح لا تنسى لايك للفيديو واتشرفنا بالاشتراك في القناة تزورونا في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته